موسيقى أصعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدين الكرام أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج بانورام الساعة في بانورام الساعة لهذا اليوم نتحدث عن عنوين متعددة ترتبط بالشأن الفلسطيني كما عودناك مشاهدين نتحدث عن قرارات ونتائج مؤتمر دول التعاون الإسلامية نتحدث عن قرارات الكابنت الإسرائيلي والتي تم الحديث عنها نتيجة الاجتماع الأخير بعد تصاعد وطيرة الهبة الشعبية نتحدث أيضا عن اللهجة الأمريكية والإسرائيلية في وصف والتعامل مع الهبة الشعبية وكيفية النظرة للقيادة الفلسطينية من خلالها مشاهدين الكرام هذه الموضوعات وغيرها يسعدني أن أرحب بضيفي حولها دكتور هاني العقاد الكاتب والمحلل السياسي أهلا بكم دكتور هاني ما زالت تتصاعد وطيرة الهبة الشعبية إسرائيل لم تكن تتوقع بأن تستمر حتى هذه الفترة الطويلة لكن في كل مرة يتم الحديث عن محاولات لتطويق هذه الهبة يكون هناك أعمال ربما وتصعيد جديد هل من الممكن فعلا في إطار السياسة الإسرائيلية التي ما زالت تمارسها إسرائيل أن توقف هذه الهبة الشعبية الفلسطينية أولا بسم الله الرحمن الرحيم حقيقة 48 ساعة كانت سببت الكثير من التخبط الإسرائيلي عاشتها إسرائيل في المواجهة ما بين شبان الفلسطينيين وقوة الاحتلال الإسرائيلي هذه الهبة اليوم تدخل شهرها السادس بذات الوتيرة وبذات التصعيد إسرائيل تعتبر أن تصعيد الأمس جاء مفاجئا لكن حقيقة أننا نقول أن هذا التصعيد هو أمر طبيعي في ظل وجود الاحتلال الإسرائيلي وممارسته الاحتلالية التي يمكن أقل ما يمكن أن نوصفها أنها هي ممارسات قضرة عنصرية استيطانية تهويدية تدميرية لا تدخر جهدا لتدمير المجتمع الفلسطيني والمؤسسة الوطنية الفلسطينية وهي التي نتحدث عنها اليوم أنها السلطة الوطنية الفلسطينية حقيقة ما جاء خلال 48 ساعة لم يكن مخططا جاء بعمل فردي من مجموعات من الشباب الفلسطينيين اليائسين وهناك الآلاف مثلهم يفكروا في أن يفعلوا ما فعلوا هؤلاء الشباب نتيجة للسلوك الإسرائيلي المنكر لحقوق المدنية والحقوق السياسية للشعب الفلسطيني رئيس بلدية تل أبيب أعتقد قبل يومين يوم التصعيد الإسرائيلي التصعيد الأخير للأسف نظر إلى ما يجري من مواجهة من منظر واحد وقال أن علينا أن نتحمل العيش والحياة في ظل تواصل هذه العمليات وقال هذه ضريبة يجب أن ندفعها نحن كإسرائيليين دون الاعتراف بما يسبب الاحتلال من أزى وألم للفلسطينيين في نفس الوقت دون الاعتراف بأن إسرائيل دولة محتلة إسرائيل في هذه المعادلة تريد أن تعيش على شاكلتها تريد أن تعيش في أمن واستقرار وتمارس الاحتلال في نفس الوقت الكاتب الإسرائيلي المشهور في صحيفة هارس بن كاسيب قال منذ فترة نقد نقد واسع لحكومة نتنياهو وقال منذ فترة طويلة جدا والحكومة الإسرائيلية اليمينية التي يقودها نتنياهو لم تقدم أي شيء على الإطلاق ولا مبادرة قدمتها يمكن من خلالها أن تفتح أفق للفلسطينيين وأقر وقال علينا أن نقر بالواقع أن ما يجري الآن من هبة شعبية هي انتفاضة شعبية مدنية عشوائية القانون الوحيد الذي يحكم هو اللا قانون لكن أنا أقول أن لهذه الهبة الشعبية قانون وقانونها هو دحر الاحتلال وقانونها هو الحرية وقانونها هو إقامة الدولة الفلسطينية وقانونها هو الدفاع عن كينونة وأنواة الأولى للدولة الفلسطينية السلطة الوطنية الفلسطينية من براثن الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ يروج منذ فترة طويلة جدا إلى أن السلطة الوطنية الفلسطينية على وشك الانهيار أو حتى كما قال ما يسمى بوزير الاستيعاب الإسرائيلي أو وزير القدس زيف إلكين أن قطار انهيار السلطة الفلسطينية قد غادر المحطة هذا يجعلنا نضع بين قوسين أن هناك سيناريو معين لإسرائيل تريد أن تنفذه بعيدا عن السلطة الوطنية الفلسطينية بعيدا عن القيادة الفلسطينية الحالية قد يكون قد تكون هناك مخططات وسيناريهات لقيادة بديلة لكيان فلسطيني مقزم صغير بديل يمكن أن تنشؤه في المستقبل القريب على أساس هذه المعضيات نعم على الرغم من ذلك يعني ما زالت هناك يعني لا يمكن أن نتحدث بمعزل عن المحاولات الدولية يعني تحديدا نتحدث هنا عن المبادرة الفرنسية ما زال هناك على رغم من غياب الدور الأمريكي إلى حد كبير لكن المبادرة الفرنسية تحاول أن تفرض نفسها الآن هناك محاولات لكسب تأييد لهذه المبادرة محاولات الحصول على أيضا تأييد تحديدا ولاية المتحدة الأمريكية وإسرائيل على هذه المبادرة حتى اللحظة لا يوجد شيء واضح لكن ما زلنا كفلسطينيين نعول عليها لأنه نحن نعلم بأن الحل السياسي هو من سيخرجنا ربما من هذه الفوهة الضيقة كيف من الممكن أن يتعاطى العالم مع هذه المبادرة المبادرة الفرنسية الآن حقيقة هي المطروحة على الطاولة أعتقد أن بالأمس كان هناك اجتماع ما بين المبعوث الفرنسي الخاص لمؤتمر السلام ووزير خارجية الفلسطيني لدولة فلسطين السيدرياض المالكي في جامعة الدول العربية وبحث مراحل هذا التحرك الفرنسي وأعتقد أن التحرك الفرنسي اليوم هو الذي على الأقل يلبي مستوى معين من الطموح الفلسطيني لأنه يتحرك في ثلاث اتجاهات الاتجاه الأول حشد تجمع دولة كبيرة جدا وعربي من أجل الخروج بلجنة لمعالجة قضايا قضايا أسرع لحل أسرع هذه اللجنة تكون على غرار خمسة زائد واحد هذه اللجنة دولية معترفة ثم المرحلة الثانية للمبادرة تكون عبارة عن عقاد مؤتمر دولي كبير جدا تشارك فيه كل الأطراف بما فيها أطراف الصراع الفلسطينيين والإسرائيليين يتم بحثها يتم بحث كافة القضايا خلال هذا المؤتمر ومن ثم المرحلة الثالثة استصدار قرار من مجلس الأمن بتطبيق ما جاء في المؤتمر الدولي الذي تقود فرنسا أعتقد أن السيد المبعوث الفرنسي كان متواجدا وكانت فرنسا موجودة بثقة لها في مؤتمر مجلس التعاون الإسلامي الذي عقد في جاكارتا هذا الأسبوع وحضر السيد الرئيس ووضع الموجدين حقيقة في تشبكات وتعقيدات المشهد السياسي الفلسطيني وغياب الدور أو ابتعاد أمريكا عن نية حقيقية لحل الصراع وعدم إمكانية تقديم أي حلول أو أي مبادرات يمكن أن تفضي إلى إنهاء حقيقي وإنهاء سريع للإستيطان الإسرائيلي المتغول في الأرض الفلسطينية وأعتقد أن الدعم الكافي الذي حصلت عليه فرنسا من مجموعة الدول الإسلامية والعربية هو كفيل بأن يدفع التوجه الفرنسي نحو الأمام حتى أن هناك أخبار اليوم تقول أن نهاية إبريل سيكون بداية إنعقاد المؤتمر الدولي للسلام وعلى نهاية الصيف سيكون الخروج بالجمع الدولي والخروج بالقرارات الدولية إلى مجلس الأم دكتور هاني هل يكفي أن نتحدث عن دعم إسلامي لهذه المبادرة هذه ليست المبادرة الأولى التي تطرح ليس الاجتماع الأول الذي يعقد أو المؤتمر الأول الذي يعقد دائما هناك إنعقاد لمؤتمرات ودائما هناك توصيات بعضها يتم الالتزام بها وبعض الأخر لا لكن هل يشكل الآن هذا الدعم العربي فارق؟ هذا سؤال دقيق وسؤال حقيقة يعني يعيدنا إلى ثلاث مصارات وثلاث خطوط يجب أن تسير بالتوازن لإعادة اهتمام المجتمع الدولي للقضية الفلسطينية ووضع على سلم الأولويات دون حراك على الأرض ودون استمرار للهبة الشعبية أعتقد أن العالم قد يهمل في الاهتمام بالقضية الفلسطينية وقضية الصراع ويتغاض كثيرا عن ما يجري طالما أن هناك حراك وطالما أن هناك مواجهة ما بين الفلسطينيين بكل مجموعةهم وأطيافهم السياسية رافضي لهذا الاحتلال ويقوله علنا للمجتمع الدولي أن إسرائيل تحاول أن تتنصل من الاحتلال وتحاول أن تقول أنها تريد للفلسطينيين أن يعيشوا هكذا ونحن نرفض الاحتلال هذا شيء مطلوب الأمر الثاني المقاومة الشعبية والمقاطعة المنتجات الإسرائيلية الاقتصادية والأكاديمية واعتراف البرلمانات الدولية بالدولة الفلسطينية والحراق الدبلوماسي الفلسطيني على اتجاه الدفع وقبول بالمبادرة الفرنسية وبالمؤتمر الدولي الذي سينعقد في الصيف القادم هذه الثلاث خطوط كفيلة بأن تضع كافة معطيات القضية الفلسطينية أمام المجتمع الدولي وكفيلة بأن تحرك أيضا المجتمع العربي الإقليمي الذي صمت خلال فترة ماضية بسبب انشغاله في قضايا الداخلية وبسبب التحديات التي تواجهه الأمة العربية لكن الآن هذا الحراك هذه الثلاث خطوط تعطي للمجموع الإقليمي والمجموع الدولي أن هناك خطورة قد تنتج عنها الشيء الكثير لقلاقل وعدم استقرار في العالم العربي إذا لم تحل القضية الفلسطينية هناك من يتذرع بالاحتلال الإسرائيلي وهناك من يتذرع بالتطرف من أجل الاحتلال الإسرائيلي نقول إذا وأعتقد هذا هو توجه الرئيس وأتحدث فيه الرئيس بالأمس بوجود جو بايدن مساعد أو نائب الرئيس الأمريكي أوباما الذي خرج من اجتماعه لنتنياهو وهو كالباغ بغاء يردد ما قالوا نتنياهو ويحمل السلطة الفلسطينية والقيادة الفلسطينية نتيجة ما حدث من تصعيد خلال الـ 48 ساعة السابقة ما قالوا به بايدن مع أنك أتيت على ذكر هذا الموضوع هل يعكس رؤية الإدارة الأمريكية أم أنه مجرد رعكاس للسياسة الإسرائيلية هي ذات السياسة الإسرائيلية لا فرق ما بين المنقف الأمريكي والمنقف الإسرائيلي المنقف الأمريكي هو المنقف الإسرائيلي المنقف الأمريكي بشيء من التغيير ربما هو لأنه في الدبلوماسية يعني تبقى هناك بعض الحسابات لكن أمريكا الموقف الأمريكي تطرح بلغة دبلوماسية أعينها بالأمس قال جو بايدن بعد لقاء السيد الرئيس أن أمريكا ملتزمة بحل الدولتين وتحاول بكل قدر أن تحافظ على حل الدولتين كيف يمكن لواشنطن أن تفعل ذلك وإسرائيل الآن على العلن وتعرف أمريكا تطبق ما جاء في لجنة إدموند ليفي 2012 التي تعتبر الوجود الإسرائيلي في الضفة الغربية لا احتلال وتمارس الضم الصامت والزحف الصامت لكافة البلدات بالضفة الغربية وتعتبر وهناك شيء خطير هناك وثيقة صدرت من وزارة الخارجية الإسرائيلية مؤخرة تؤكد على هذا الكلام صدرت لكافة الممثليات وصفرات الكيان الصهيوني في دول العالم بأن في نهاية 2015 على هذه الصفرات أن تتعامل أن تقول للعالم أن المستوطنات في الضفة الغربية هي بلدات إسرائيلية قانونية وهذا الخطير هذا هو تطبيق لما جاء في بنود لجنة ليفي القاضي قاضي المحكمة العليا الإسرائيلية 2012 يجب أن نعرف أن إسرائيل عندما تأخذ خطة تطبق الخطة ومن ثم تعلن للعالم عن هذه الخطة هذا هو الذي يجري الآن السيد الرئيس يدرك تماما أن الاحتلال الإسرائيلي لا يريد بالمطلق الخروج من الضفة الغربية ولا يريد للسلطة الفلسطينية أن تتطور وأن تصل إلى مرحلة الانتقال إلى الدولة الفلسطينية وبالتالي نلاحظ أن الاحتلال الإسرائيلي يحفر تحت جدار السلطة الوطنية الفلسطينية من ناحية وهناك وكلاء للإحتلال الإسرائيلي يحفر تحت الجدار من الناحية الأخرى لإسقاط السلطة الوطنية الفلسطينية وهذا هو الخطير في هذا الوضع الذي نعيش في تشابك الأحداث على الساحة الفلسطينية ما يجري حقيقة هو محاولة إضعاف للقيادة الفلسطينية واعتبارها ذراع إداري للإحتلال لا أكثر ولا أقل وهذا تدرك القيادة الفلسطينية لذلك تسارع القيادة الفلسطينية بالحشد الدولي ومع المجموع العربي وعبر اللجنة الرباعية العربية وعبر الأصدقاء والدول الأعضاء الدائمين للقضية الفلسطينية وللحق الفلسطيني لاستصدار قرار من مجلس الأمن يوقف الاستيطان ويعتبر الاستيطان الإسرائيلي للمناطق الفلسطينية غير محتلة ويقر بأن حدود الرابع من حزيران 1967 هي حدود محتلة ويجب أن تتعامل معها إسرائيل حسب القانون الدولي نعم هو صراع متسارع دكتور هاني يحاول به كل من الأطراف أن تكسب ربما خطوة جديدة وهكذا عندما نعود إلى ما حدث أو إلى تصريحات نتنياهو خلال يوم أمس وقبل أمس استغل نتنياهو مقتل السائح الأمريكي وقال بأنه من غير المعقول أن شركائنا من شركائنا عدم إدانة العمليات الإرهابية نتنياهو دائما لم يكن يعترف وجود شرك فلسطين لماذا؟ لماذا الآن يقول شركائنا؟ أنا أستغرب نتنياهو يبدو مؤذبا كثيرا أمام جو بايدن ويقول أن شركاء عن أي شركاء يتحدث وهو يقتل أبناء هؤلاء الشركاء عن أي شركاء يتحدث وهو قتل 200 طفل فلسطيني خلال 4 أو 5 شهور عن أي شركاء يتحدث وهو لا يعترف بحقوق هؤلاء الشركاء عن أي شركاء يتحدث وهو يحاصر المدن ويهدم بيوت هؤلاء الشركاء ويقرر وهناك قرار في الكنيست أو هناك مشروع في الكنيست لطرد عائلات منفذي العمليات الفلسطينية إلى قطاعه نعم عن أي شركاء يتحدث نتنياهو نتنياهو يريد كما قلنا من الرئيس أبو مازن ويريد من السلطة الوطنية الفلسطينية أن تكون ذراع على الاحتلال واعتقد أن نتنياهو غبي في هذا التفكير نعم إطلاقا لا يجوز لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن يتصور العالم أن الفلسطينيين يمكن أن يتخلوا عن أرضهم ويتخلوا عن دولتهم وحلم الشعب الفلسطيني لذلك الخطورة فيما قد يقرر هذا الأخرق المدعو نتنياهو نتنياهو الآن يحمل كافة وسائل الإعلام الفلسطينية وحسب ما جاء في أعتقد قرارات مجلس الكابنت الإسرائيلي الأخير يحمل كافة وسائل الإعلام الفلسطينية من الإزاعة والتلفزيون ومحطات التواصل الاجتماعي مسؤولية التحريض على العملية ليس فقط تحميل أيضا هناك ربما أوامر بالإغلاق بعض محطات الإذاعية والمتابعة وهذا بالمناسبة متابعة الإعلام الفلسطيني هو بند ليس جديد لم نتفاجأ به في قرارات الكابنت الأخيرة لكن هناك أيضا حرب مفتوحة على الإذاعات وتلفزيون الرسمي الفلسطيني لكن على ما يبدو أنه يتم استغلال الأحداث الأخيرة لاتخاذ إجراءات هل من الممكن أن تتطور هذه الإجراءات؟ يمكن كثير لأن إسرائيل حقيقة تعتبر أن الإعلام الفلسطيني هو الذي ينقل حقيقة للعالم وهو الذي ينقل حقيقة للجمهير العربية والجمهير الفلسطينية وبالتالي إسرائيل منزعجة كثيرا من ترددات والخطاب الإعلام الفلسطيني اليوم الذي تريده أن يكون على موجة أقل من ذلك لذلك أغلقت ثلاث محطات إذاعية في الضفة الغربية ولا يستبعد أن تقدم على إجراء أخرى أيضا لاستهداف محطات فضائية كتلفزيون فلسطين مثلا وهذا غير مستغرب ويمكن أن تلجأ إليه إسرائيل في ظل الصمت الدولي إذا رأت أن الصمت الدولي يعتبر دافعا لذلك ستفعل إسرائيل لكن أنا أقول أن صوت الحقيقة لا يمكن أن تموت وصوت الحقيقة يجب أن تصل كل العالم إسرائيل هي دولة مجرمة إسرائيل هي دولة قاتلة إسرائيل هي دولة محتلة إسرائيل هي دولة تمارس الاضطهاد وتمارس الفصل العنصري وأعتقد أن باقي قرارات المجلس الوزاري المصغر الإسرائيلي تكرس موضوع الفصل العنصري وتقول علينا أن نكمل بناء جدار الفصل العنصري في منطقة تاركوميا ولا أستبعد أن تحاصر كافة المؤسسات الوطنية الفلسطينية بما فيها المؤسسات الإعلامية الخاصة والحكومية في الضفة الغربية من جراء قرارات المجلس الوزاري المصغر يعلان قال بالأمس أعتقد أنه لا يوجد حل سحري لما يجري بيننا وبين الفلسطينيين مشيرا إلى الهبة الشعبية لكن أنا أقول أنه يوجد حل سحري ويوجد حل ناجع لما يجري بيننا وبينكم الحل السحري هو اعترافكم بحقوقنا واعترافكم بحقوق هذا الشعب المناضل واعترافكم بالدولة الفلسطينية وأن تجلسوا على الطاولة وتعطي الفلسطينيين حق تقرير المصير وتعترفوا بذلك وتعترفوا أن احتلالكم زائل إلى ما لن نهاية ولن يعود متأكيد هو حل سحري لكن ننتظر بأن تكون هناك ضغطات دولية فعلية على إسرائيل حتى تتمكن من دفعها إسرائيل تخشى حقيقة تخشى ما يجري من حراق في فرنسا وتخشى من المبادرة الفرنسية وتخشى من المؤتمر الدولي وتخشى من قرارات دولية تعطل الاحتلال وتلقي الاحتلال وتسعب الاحتلال وتسعب مخططات نتنياهو باعتبار الضفة الغربية أراضي غير متنازع عليها وأراضي غير محتلة وبالتالي إسرائيل اليوم أمام هذه المواجهة الدولية تحاول هي وواشنطن أن تخترع بعض المبادرات الوهمية وقد يكون بايدن حمل بعض المبادرات الوهمية التي لا تقدم ولا تؤخر وأصبحت مكشوفة أمام الفلسطينيين الفلسطينيين قالوا كلمتهم نحن مع المبادرة الفرنسية وحقيقة المبادرة الفرنسية على الأقل يمكن أن تنهي الاحتلال عبر جدول زمني المبادرة الفرنسية يمكن أن تقول للعالم هذا الشعب آن الأوان أن يحصل على حق تقرير المصير لا شيء غير ذلك لو قلنا لا للمبادرة الفرنسية كما يعتقد البعض وكما رفضها البعض دون تفكير في جدية الأمر وفقط رفضها للانتماء الحزبي ما البديل؟ هل هناك مبادرة؟ نحن نعرف أننا الآن أمام خيارات وحيدة خياراتنا في ثلاث اتجاهات نركز عليها الهبة الشعبية والعمل مع المجتمع الدولي والاعتراف وجلب مزيد من الاعتراف بالدولة الفلسطينية وبالتالي الدعم باتجاه عقد المؤتمر الدولي للسلام وأتوجه الفرنسي والمبادرة الفرنسية نعم أود أن أشكرك جزيلا من دكتور هاني العقاد الكاتب المحلل السياسي كنت معا بارك الله فيكم أشكركم مشاهدين الكرام آخر أخبار رياضة في أسبوع غزة الرياضي للمتابعة تابعونا فيما تبقى من هذه الحلقة برنامج بانوراما الساعة وبها نختم هذه الحلقة في أمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ويكون دائما رأس الهرم الرياضي والكشفي موجود من أجل فلسطين أن تكون متواجدة في كل المحافل العربية والدولية رياضيا وإقليميا اليوم سيادة اللواء جبريل الرجوب موجود يحتفل معنا في غزة في حصول فلسطين على عضوية المنظمة العالمية الكشفية الأستاذ أسامة أبو كرش ممثلا عن سيادة اللواء جبريل الرجوب سيادة الأستاذ أسامة اليوم ممثل عن اللواء جبريل الرجوب في هذا الاحتفال المركزي في غزة للاحتفال بعضوية فلسطين في المنظمة العالمية الكشفية والمقرشدة اليوم هذا الموقف الرائع والممتع بماذا تعد الجمعية الفلسطينية من أجل أن تكون الكشافة الفلسطينية إلى الأمام وكيف تقول أن تعطي الفرصة للآلاف للانضمام لهذه الجمعية الرائدة أولا مبروك لفلسطين مبروك للحركة الكشفية الفلسطينية هذا الإنجاز العالمي الكبير بأن فلسطين اليوم هي دولي ممثلة بكامل العضوية في المنظمة العالمية الكشافة أنا أشرفني أن أكون ممثلا لسيادة اللواء جبريل الرجوب الوعد الأول لحركة الكشفية الفلسطينية أن تكون حركة كشفية واحدة كما كانت الحركة الرياضية واحدة وكما كانت اللجنة الأولمبية واحدة ستكون هناك حركة كشفية واحدة فلسطينية موحدة بإذن الله مبروك لكل الوطن الفلسطيني مبروك للفلسطينيين مرة أخرى هذا إنجاز كبير تحقق بعد 112 سنين هذا الإنجاز كان له البصمة الكبيرة سيادة اللواء من لحظة استلامه رئيساً للمجلس الأعلى للشعوب والرياضة بحجم مشاركاته الخارجية وبالدعم المنقطع النظير للكشفية الفلسطينية والدعم للكشفية الفلسطينية والحركة الكشفية الفلسطينية والجمعية الكشافة والمرشدات الممثلة الرسمية للجسم الكشف الفلسطيني سيكون في دفع جديد بعد هذا اليوم وهذا بوعد من سيادة اللواء لبناء مرافق وكل ما تحتاجه الحركة الكشفية الفلسطينية لتصبح قادرة على أداء عملها ومتحاسسة لحاجات المجتمع الفلسطيني والشريحة الأكبر منه الشباب الفلسطيني لكن إذا كان دول العالم بحاجة إلى مثل هذه الجمعيات الكشفية من أجل تأطير شبابها وأفرادها وخدمة للعمل الجماعي فإن فلسطين بحاجة أكثر للانضمام لمثل هذه المؤسسة وهذه الجمعية الرائدة لتتبيت الشباب الفلسطيني في فلسطين وتوعيتهم وتوحيد عملهم لأن العمل الجماعي دائما أفيد ومردوده أفضل إلى الوطن بلا شك الحركة الكشفية الفلسطينية وجمعية الكشفية والمرشدات هي جزء من نسيج الأهلي والاجتماعي لكل المؤسسات الفلسطينية وهي ممثل أصيل وصباق على حقارطة العمل الأهلي الفلسطيني طموح لجيل شاب واعي منضبط منتمي قادر ممكن هذه شعرات الحركة الكشفية الفلسطينية وهي تستكمل العمل كما هي الحركة الرياضية وكما حركة المجتمع المدني هي تستكمل العمل في بناء جيل واعي منضبط وممكن حركة كشفية قادرة على تحسس وتعامل والعمل على مجموعة الاحتياجات والتحديات أمام الشباب الفلسطيني وأمام الكل الكشفية الكشفية هي ليست شباب فقط هي تمتد في أعمارها من سن مبكر إلى سنين متأخرة الكشفة الفلسطينية فيها مراهقة فيها طفولي فيها كبار بالسن السواد الأعظم من شعبنا هم الشباب ولهذا سيناله سيكون في تركيزا في العمل وفي الدعم وفي الإمكانيات إن شاء الله الشباب الفلسطيني وبوجود شخصية قائدة وريادية وصباقة سيادة اللواء جبل الوجوب أنا باسم سيادة اللواء شكرا لكل الفلسطيني موحدا الكل الفلسطيني موحدا ومن أرض غزي من أرض الشهداء من أرض المجد بقول شكرا لكل الذي ساعدنا شكرا لكل العالم الذي وقف بجانبنا شكرا لأسترجاعنا حقنا بعضويتنا الكاملة للقامات العليا والقامات الوطنية شكرا جزيلا لكم ويشرفني أن أكون ممثلا لسيادة اللواء ممثلا للشرعية الفلسطينية على أرض غزي أرض غزي الصمود والشهداء اشتركوا في القناة بالتأكيد حصول فلسطين على عضوية المنظمة العالمية للكشافة والمرشدات هو إنجاز تاريخي لفلسطين يضاف إلى مجموعة من الإنجازات التي تم تحقيقها في مختلف الألعاب وفي مختلف المواقع والوطنية منها هذا الإنجاز الكبير بالتأكيد يقف خلفه أحد قيادات العمل الكشفي والوطني لنتعرف من خلال هذا القائد على كيفية حصول فلسطين على هذه العضوية بعد مجهود كبير أهلا وسهلا فيك أستاذ صخر حميد مسؤول علاقات الدولية في جمعية الكشافة والمرشدات الفلسطينية مبروك الإنجاز لكن بالتأكيد هناك مجهود كبير حصل قبل أن تحصل الفلسطين على هذه العضوية الكاملة التي نفتخر بها جميعا كيف بدأت الفكرة وكيف تم تنفيذها وتحقيق هذا الحلم إنذاز جاز التعبير مبروك لفلسطين ومبروك لكل الكشافة الفلسطينية في كافة أرجاء الوطن الفلسطيني وأخواننا بالشتات الكشافة الفلسطينية أستت في العام 1912 في مدينة القدس واعترف بها عالميا في العام 1928 ليعادل انسحاب منها ليعود أيضا في العام 1945 عضوا كامل عضوية بالمنظمة العالمية ليسحب في العام 1948 بعد احتلال الإسرائيلي لفلسطين في ذلك الوقت ليعود أيضا في العام 1996 بعد عودة السلطة الوطنية الفلسطينية إلى أرض الوطن ولكن نصبح عضاء معترف بنا ولكن دون حق التصويت يعني عضو مراقب بالمنظمة العالمية الحركة الشفية اليوم بعد غياب 68 عاما عن حقنا يعود لنا الحق على طريق أو نعتبرها خطوة على طريق ارتداد عادة حقوقنا الفلسطينية في الدولة الفلسطينية كلها وإنقام الدولة الفلسطينية هذا جانب بالنسبة للخطوات هناك أدة مراحل أول خطوة والخطوة كانت مميزة في من سبقنا من القادة الأظماء الذين قدموا هذا الجهود وجئنا نحن نستكمل هذه الجهود أولا الحصول على الدبلومة المئوية في المؤتمر الكشف العالمي التاسع والثلاثون بالبرازيل وهي شهادة اعتراف من المنظمة العالمية بمرور مئة عام على تأسيس الكشفية الفلسطينية ومنحنا هذه الدبلومة في هذا المؤتمر العالمي باعتراف كامل من العالم في المحطة الأخرى وأننا بدأنا نعمل بذلك وهذا التمثل كانت اعتراف بوجودنا وحقنا على هذه الأرض لتبدأ الخطوات الثانية في المؤتمر الكشفي الرابع الأربعون في سولوفينيا وتقدم بطلب مجددا بعبر الموثلين في ذلك الوقت لينتهي بذلك في أكتوبر أو ستمبر 2015 بتقديم الطلب رسميا للمنظمة اللجنة الكشفية العالمية وتفويضنا تفويضنا للدكتور عاطف عبد المجيد عمين عام المنظمة الكشفية العربية بأن يتحدث هذا الملف ليتحقق هذا الإجازة كلها بتوجيهات ورعاية سامية وتعليمات حكيمة من سياتي اللي واجب لرجوب رئيس المجلس للشباب والرياضة ورئيس جميل الكشافة والمرشدات ليتحقق هذا الحلم الذي ينقلنا نقلة نوعية واعتراف العالم كله بهذه الجهود كل ذلك جاء برصيد وجهود أبناء الكشفية الفلسطينية في كل المحافظات من رفع حتى جنين ومخيماتنا باللجوء بالشتات بسوريا ولبنان تكاثف الأكتاب والقادة الكشفية بجانبهم للبعض وجودنا وحضورنا العالمي عاول المشاركاتنا الخارجية في الجامبوري العالمي وفي المخيمات العربية واللقاءات الدولية وحضورنا القوي وتقديمنا نموذج رائع وقوي جدا وكان أخرها من ضمن المشاريع التي نفتخر بها وهي خدمة المجتمع إن كان هنا في الحرب الكيرة على خطاع غزة بما أبدع فيه قادة الكشفية في خطاع غزة أو إن كان هناك بتجسيد حب الوطن وزرع المناطق المهدة بالإستان بالضفة الغربية أو هناك بالشتات حيث قدم العيد من التبرع بالدم والأنشطة المثيرة في خدمة مجتمعنا جعلت الجميع ينظر لنا نخدم مجتمعنا بهذا الاتجاه ونقدم خدمة حقيقية للمجتمع بالوقوف إلى جانبه بكل الأزمات بكل المنقفضات بكل الظروف وهو تأكيدا لنص الوعد الذي يقول أعد بشرفي بأن أقوم بواجبي نحو الله ثم الوطن وأن أساعد الناس في جميع الظروفها والأحوال اليوم فلسطين تكرم علينا أن نحافظ على هذا الإنجاز التاريخي الذي تحقق بكافة جهود وأيضا لا أنسى جهود فخامت السيد الرئيس محمود عباس بحصولنا عضو دولة غير رضو في المنظمة الدولية لأمم المتحدة ورفع علم فلسطين على الأمم المتحدة أعطى كل المواطق وانضمامنا لمنظمات الأخرى أعطى كل الدلال والقوة والقدرة بالعادة حقنا الفلسطيني حقنا في العضوية اليوم نحن أعضاء وننظر للعالمية بعين ثاقبة نحن ذاهبون إلى هناك وهنا يسعدني من عبر فضائيتكم الرائع أننا نقول للجميع نعمل بكل عقل وبحكمة ليس فقط للمشاركة بالخارج لا نعمل من الآن وبنعاية سامية من كل جهة السيادية الفلسطينية على استضافة حدث كشفي عالمي على أرض الوطن إن كان هنا بقطاع غزية أو هناك بالضطفة الغربية حتى نجسدنا صديف على أرضنا لا نريد أن نذهب أيضا هناك نريد جاء الوقت لكي نصدف وأن نصبح قادرين على ذلك الكشفي الفلسطيني ترتقي وتسمو بشكل أكبر بعون الله إن شاء الله لكن هناك أيضا محطة ضرورية وهي المهرجان أو المؤتمر الـ 41 في أذربيجان في عام 2017 من خلاله فلسطين ستحصل على شهادة العضوية الكاملة هناك في أذربيجان في العام 2017 يعني المؤتمر الكشفي الـ 41 في أذربيجان والذي سيتسلم تسلم وفد فلسطين المشارك هناك شهادة الاعتراف الرسمية وهذا ما يوضر نصا في رسالة الاعتراف التي وصلتنا من السيد سكوتير السكرتير منظمة الكشفية العالمية أفلنا هذا أفلنا هذا مشارك مخبة حيثما يكون الإنجاز يكون هناك رجال والرجال دائما هم على قدر المسؤولية وخاصة في جمعية وكشافة ومرشدات فلسطين معنا أيضا القائد ماجد طرزي أحد رجالات هذه الجمعية لنتعرف عليه من خلال وعضو لجنة تنفيذية في الجمعية لنتعرف من خلاله على أهداف جمعية الكشافة والمرشدات الفلسطينية أهداف جمعية الكشافة والمرشدات الفلسطينية أو أهداف الكشفية هي أهداف سامية تنبع من الدين وتعاليم الدين وهي تنمية القدرات تنمية المعرفة على البيئة النشق الدين الوطن كل هذه الأمور هي أهداف مجملة ومبسطة للكشافة الفلسطينية أو الكشافة بالعام حتى نستقطب أجيال جديدة من المهم أن نظهر الكشافة الفلسطينية كما هي لنجذب سواء من المدارس أو من الأندية أجيال جديدة تضاف إذا هذه الجمعية لربما تقدر عدد أعضاءها وأفرادها إلى مئة ألف هل هناك خطة سيكون في المستقبل سيتم العمل عليها لاستقطاب المزيد من الشباب والفتيات والأطفال لهذه الجمعية طبعاً إحنا الهدف الأول في استقطاب أفراد للكشافة هي النشق تبدأ من الشبل حتى بلا نهاية العمر وإحنا إن شاء الله في خطة شديدة من خلال استلام أخونا اللواء جبريل الرجوب الحمد لله إحنا لمسنا شيء كنا لمسين ولكن ظهر بطريقة أوضح وأعمق فإحنا إن شاء الله في خطة مستقبلية جاية وحنكون إن شاء الله كشافة فلسطين تغزو الكشافة العالمية في المحافة العالمية ونحن الآن نحن الآن على دخلنا باب العالمية دخلنا باب العالمية والحمد لله اللي حرمنا منها من الثمانية وأربعين وحتى قبل تقريباً أسبوع والحمد لله بجهود كل القادة اللي سبقونا واللي أعطوا للحركة الكشفية بدماءهم وبوقتهم وبجهدهم وبقوتهم وبمالهم فإحنا بنكمل مسيرتهم إن شاء الله بنفس إحنا بالناش نقولها على الحسن يعني يقولوا إنه إحنا مجامل لرجل فعلاً أعطى للرياضة وأعطى للكشافة وأعطى للوطن اللي هو سيادة اللواء جبريل رجوب ترجمة نانسي قنقر من المعروف أن المرأة نصف المجتمع وفي فلسطين كذلك فالمرأة لها حضور قاوي في المجتمع الفلسطيني الرياضي والكشفي والإرشادي معنا القائدة حنان الريفي القائدة المرشدة مبروك حصول فلسطين على عضوية المنظمة العالمية وبالتأكيد الإرشاد الفلسطيني بالمرأة الفلسطينية بالبنت الفلسطينية موجودة في نصف هذا الجمعية كما هي في نصف المجتمع كيف تجد إقبال الفتاة الفلسطينية على هذه الجمعية وماذا تقول في رسالة إلى كل البنات والأمهات أولا بدي أحكي أن الحركة الإرشادية لها بصمة كبيرة في الكشفة الفلسطينية منذ الآزر وحتى الآن وفي تطور وانضمام كبير للفتيات في الكشفة الفلسطينية لما لها من تأثير على المجتمع الفلسطيني سعطوا صخح أبو عمار سعطوا صخح أبو عمار ناروا لها أبو عمار سعطوا لها أبو عمار حبيب الشعب أبو عمار حبيب الشعب أبو عمار يرى إفراء أبو عمار يرى إفراء أبو عمار يتحدى الصوت أبو عمار يتحدى الصوت أبو عمار ما يخاف الموت أبو عمار يتحدى الصوت أبو عمار دقاء الحضر أبو عمار رينادي شعيد أبو عمار لار سمعيد أبو عمار أزير ومشيد أبو عمار أبو عمار ابو عمار ابو عمار ووهي قال القائد ابو عمار لا للذل ولا للعرض ما دامت فينا أرواحه سنعود يوما للديار أجل سنعود يوما للديار شكرا للذب بتاريخها بالهدف الذي رسمت بالهدف الذي حققت جمعية كشافات ومرشدات فلسطين أثبتت بأن فلسطين الأرض والهوية قادمة لا محالة حتى نلقاكم في فقرة رياضية جديدة مشاهدين الكرام نستودعكم الله موسيقى 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 موسيقى